هيئة الحقيقة والكرامة تعود من جديد لتعرض جلسة استماع بطلاتها جميعهن نساء طلطهن انتهاكات حقوق الإنسان من هرسلة وسجن وتعذيب طيلة عقود هل حقاً أنا متخلفة؟ سؤال طرحته إيناس الجفنوي عند تقديم شهادتها في الجلسة العلنية لضحايا الانتهاكات أمام هيئة الحقيقة والكرامة مشيرة لأن هذا السؤال ظل يلاحقها طيلة أربعة عشر عاماً دون أن تظفر بإيجابة إيناس تعرضت للحرمان من اجتياز امتحاني آخر السنة بالمعهد الأعلى للتصرف بسبب ارتدائها الحجاب أنا كنت لبسة عليها ندوخ ونوالي نسك يد وسيق بالعمل يسخيبوني مريضة باللي بيلي بسيء أبني بالفجأة مسكينة أطلع عليها سكروا بعد وليت ديابيتيك ونطلب منها اسمها نطلب منها اسمها إن شاء الله تسمعي خطر أبقته مش ذنبه هي اختيارين اخترته وأنا نتحمل مسؤوليتي فيه نجات عيشاوي أيضاً قدمت شهادتها بشأن معاناتها وتعروضها للسجن والتعذيب هي وزوجها بسبب ارتداء الحجاب تعريتنا وتعليقنا تصور عروس الشهر ويقول لي سيجالين رئيس المنطقة هاي هدية العرس حقوقيات قضينا حياتهن متوقات أمنياً ومحاصرات يعانين الهرسلة وتضييق الخناقة وتشويها السمعة التي طالتهن وطالت أزوجهن وحتى أبناءهن وذلك بسبب نضالهن في الحركة النسوية خلال النظامين السابقين هذا إلى جانب العنف والسجن والتعذيب الممنهج من وقتها سلسلة من المحاصرة ومن المداهمات لمئات من الطلبة تم إيقافهم في الفترة هذه هيئة الحقيقة والكرامة تعود من جديد لتعريض جلسة استماع بطلاتها كلهن نساء طالتهن انتهاكات طيلة عقود هذا وتنعقد بعد قليل جلسة الاستماع الثامنة لهيئة الحقيقة والكرامة بمركب صندوق التقاعد والحيطة للمحامين وستخصص الجلسة للاستماع إلى الشهادات بخصوص انتهاكات حرية الانترنت وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا في ربط مباشر من جلسة الاستماع مفدون أزر نصري أزر مساء الخير وماذا لديك مساء الخير غفران كما قلت تنعقد بعد قليل ثامن جلسات الاستماع العلنية والتي ستستمع اليوم إلى الذي طالتهم يد الانتهاك من النشطين في الانترنت خاصة اطلعنا على الأوراق منذ قليل غفران وستعرض اليوم خمس حالات من نشطين الانترنت في العهدين السابقين أو في العهد السابق لنقول والتي ستبدأ بولدة زهير اليحيوي في الحقيقة اختير اليوم يوم 11 مارس هو ذكرى وفاة زهير اليحيوي الذي توفيه سنة 2012 13 مارس سنة 2012 والتي اختيره كيوم وطني للدفاع اختيره يوم وطني لحرية التعبير على الانترنت